أستاذة إنعام أهلاً وسهلاً بحضرتك يعني بجد إحنا سعداء بشكل خاص لوجودك معنا النهاردة وأعتقد أيضاً لوجودك في هذا الستوديو اللي شاهدت كتير جداً من أعمالك أهلاً وسهلاً بيكي أهلاً بيكي وأنا كمان سعيدة يعني بلتقي مع موزيعة لها ثقل كبير وبرنامج ناجح إن شاء الله يعني بحضرتك وبكل ضيوفنا إن شاء الله والحقيقة يعني في المقدمة طبعاً بنقول من هي إنعام محمد علي ولفت نظري جملة جميلة أنا حكررها الحقيقة إنها واحدة من رموز الجيل الذهبي التي شارك في تشكيل قوة مصر النعيمة هل يكي حاسة بهذا الموضوع ولا لأ؟ طبعاً دي كلمة كبيرة قوي لكن يسعيدني إن أنا أكون دا يعني أنا في هذا المبنى من الستينات يعني تقريباً من الرعيل الأول مبنى مسبيرو مبنى مسبيرو يعني جزء من المبنى مكانش مبنى منهم السوديو عشرة السوديو عشرة يعني دا أنا ابتديت بناه وتقريباً هو يمكن مع افتتاح قطاع الانتاج قطاع الانتاج ابتدى 1989 ديسمبر بالزات ابتدى بإيه؟ ابتدى مسلسل قبل حكمة دمير قبل حكمة دمير قبل حكمة تتصور في الستوديو دا تاريخ برده آآ آآ يعني دا كانت بدايات الستوديو يعني والحقيقة كان تعريباً كان وقتها أكبر استوديو في الشرق الأوسط في ممنى مسبيل في الآن نحي جميل